تم الاعلان عن القائمة النهائية لللاعبين مرشعين للتدويج بجائزة افضل لعب الدولة الانجليزية الممتاز عم موسم 2018-2019 وشهدت غياب محمد صلاح ودي كانت حاجة غريبة جدا بالنسبة لكتير او من جماهير ليفر بول. اهلا بيكم ونحن معتز حلقة جديدة من هنتناقش فيها عن القائمة النهائية لجائزة افضل لعب الدولة الانجليزية الممتاز. يلا بينا نبدأ حلقت. السلام عليكم ورحمة وبركاته اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم قبل بداية اي شيء كالعادة بنحب نشكر الناس اللي بتدعم موقعنا وضع عن طريق الاشتراك في القناة سبورت في سكستي العربية. ما تستوش تعملوا لايك وشير للحلقة لو عجبتكم. ويلا بينا نبدأ موضوعنا انا طول. ست لعيبة تم اختيارهم في القائمة النهائية لجائزة افضل لعب الدورة الانجليزية الممتازة هذا الموسم. اتنين لعيبة من ليفر بول ساديو ماني تلاتة لعيبة من منشستر سيتي سارجيو اجويرو رحيم سترلينج وبرناردو سيلفا. ولعيب وحيد من شالسي هو ادن هازرت. وطبعا في عدد من اللاعبين الغائبين عن قائمة الدور الانجليزية الممتازة وافضل لعبين في الدور الانجليزية الممتازة وابرازهم محمد صلاح حداف الدوري الحالي بالمناصفة مع سارجيو اجويرو. وطبعا اوباميانج سجل هدف كمان في المباراة الاخير الارسل مما يعني كمان ان هو متشاطر معهم الصدارة. فده يحط شوية اسئلة كده على القائمة النهائية وما هي المعيير الحقيقية لاختيار العناصر المشاركة في هذه الجائزة او المرشحة لهذه الجائزة. والحقيقة ان التساؤل ده دايما بيطرح في في اي جائزة فردية. الموضوع دايما مش محكم. يعني هل هي الارقام او هل هي المستويات اللي بيقدمها اللاعبين. الموضوع مش محكم. لانك انت لو مسكت اي معيار فيهم وجيت تعمل به مقارنة مباشرة. هتلاقي ان ساعتها ايه? لا. يعني فيه لعيبة احق من التواجد من لعيبة اخرى. انه مثلا على سبيل المثال احنا بنكلمها محمد صلاح. هدف الدولة الانجليزة الممتازة في الوقت الحالي برصيد تساعتاشر هدف بالمناصفة مع سارجيو اجويرو. مساهم في عدد اهدف اكبر من سارجيو اجويرو. اذا فبالتالي يجب انها تساءل لو الارقام هي المعيار فكيف سارجيو اجويرو متواجد في القائمة نهائية للدولة الانجليزة ممتازة او افضل لعب في الدولة الانجليزة ممتازة محمد صلاح غير متواجد. طب هي لو بالمستويات لو بالمستويات فنقدر نقول ان مسلا لعب زي برناردو سيلف هل كان من افضل تلات لعيبة في منشستر سيتي هذا موسم? انا شايف انه لعيب مؤثر. انا شايف انه لعيب مؤثر جدا وخاصة في ان هو بيضغط في التلت الامامي بشكل كويس لاسترجاع كرة ومساعدة منشستر سيتي على بناء هجمة سريعة من مرتدة في نص ملعب الخاص. انا شايف ان ده عامل مهم جدا بس بالنسبة لنا اه سيرجيو اجويرو رحيم اهم اتنين لعيبة السنة دي في منشستر سيتي لا محالة بس بعد كده اجي اتكلم وقول لا في لعيب مهم جدا زي فرناندينيو مسلا في وسط الملعب ولا هو علشان الراجل بيعط في مركز لعب الارتكاز اللي دايما مهمش مع انه اهم مركز في في اي فريق اساسا او لعب زي اه امريك لابورتي السنة دي بيقدم مستوى ممتاز جدا سيبوكوا من قصة دورة ابطال اوروبا لان عارف ان اول ما اقول لابورتي الناس هتبص الموتشل شامبينزيج احنا بنتكلم عن بطولة الدورة انجليزية ممتازة وتأثير لعب زي لابورتي هذا الموسم على مانشستر سيتي ما ينفعش انك انت تتجاهله على الاطلاق لان هو كان من اللعبة مميزة جدا ساهم في ان الفريق ده يبقى له نقوم من انوع الصلابة الدفاعية وساهم في ان الفرقة التامل الحاجة بقى اللي بيحبها هي بدء الهجمة من الخلف وده شيء يعني يحسب لهذا اللعب ولذلك انا بقول ان الاتنين دول من وجهة نظري سواء لابورتي او اه فرناندينيو من اهم لعبة منشستر سيتيو بالنسبة لي اهم من برناردو سيلفا فده لو بنتكلم على صعيد المستوى طب على صعيد التأثير وده سر اختيار في القائمة النهائية فانا شايف ان في لعيب مسلا زي حق بان هو يتواجد عن بصوا يا جماعة بصفة عامة كلاعب وكجودة ما يفعش اتنين يختلفوا عليه ادن هازرد من احسن اللعيبة في الدولة الانجليزية ممتاز منذ قدوم والحد يعني من احسن تلات لعيبة من منذ قدوم والحد هذه اللحظة بس احنا انا ما نقشكو في المعايير يعني معايير الاختيار وعندنا ارقام محمد صراح كان يبقى لازم يتواجد اه مستويات ففيه لعيبة احسن واهم من برناردو سالفا لو هنتكلم على تأثير مع فرق فبنتكلم ان لعب توتنام كان ليه تأثير اكبر بكتير من اه تأثير ادن هازرد في تشيلسيو من وجهة نظري ليه دور كبير في ان توتنام يتواجد في المركز التالت في الوقت الحالي فيه فترة مش الفترة حالية الفترة اللي كان هاري كان غايب فيها مش الفترة دي الفترة اللي قبلها تسبب بالرغم ان هو ارهق كثيرا هذا موسم بالمشاركات الدولية عشان مشكلة التجنيد اللي احنا كنا عارفينها دي بعد ما رجع الراجل ما اخرش على الاطلاق وكان مساهم بشكل فعال في ان توتنام يتواجد في مركز ما بين الاربع الكبار وفي نفس الوقت كمان يساهم في دورة ابطال اوروبا احنا شايفين توتنام عامل ايه بتواجد طبعا زي ما قلتم على بورتي ننسى وخلينا نركز الدول انجليزي ممتاز مستوى في البطولة دي لم يقل عن مستوى في هذه البطولة على الاطلاق ومستوى تطور كتير جدا جدا عن المستويات بتاعته في المواسم السابقة سواء اللي فات او اللي قبله وده يعني على اقل يعني كان يستحق الترشيح برضو وبغض النظر بقى عن الارقام او المستويات او التأثير فاعتقد ان فيه لاعب واحد بس في القائمة دي هو اه يعني المعايير كلها بتتطفق عليه ووجهة نظر الشخصية وممكن نتناقش فيها في الكومنتات اهم لاعب في الدول انجليزي ممتاز هذا الموسم هو وده كويس ان هو مرشح لانه لو ما كانش مرشح كانت اكيد هيبقى فيه ظلم باين في القائمة دي هو اهم لاعب في هذا الموسم تغير مستوى الفريق جذريا منذ قدومه اضاف صلابة دفاعية يعني قوية جدا لليفر بول فريق دلوقتي اقوى دفاع بعد ما كان دفاع ده الناس بتتحك عليه في المواسم السابقة طبعا هو يعني مع اضافة حالس المرة بس هو السبب الرئيسي اللاعب لم يتم مراوضة وهذا الموسم في الدول انجليزي ممتاز لعب ده فعلا يعني لازم مسيرته تتوقع ببطولات عشان الناس تبقى فاكرة لانه فعلا انا شايف انه من من اهم المدافعين اللي احنا عصرناهم في كورت القدم وصعب جدا ان هما يتكرروا بس ده رأيي يعني قائمة بقى بتاعت هذا الموسم لو بنتكلم على تلات معيير المستوى او الارقام او التأثير فاعتقد ان التلات المعيير كلهم بيتفقوا في بس لو كل ما يرمس كنال واحدة فاعتقد ان هي بقى فيه لعيب ظلم بعدم التواجد في هذه القائمة النهائية فانها مشكركم جدا عن المتابعة متسوش شاركوني في الكومنتات عن رأيكم في القائمة النهائية للدول انجليزي ممتازة او قائمة افضل لعب الدول انجليزي ممتازة اشوفكم في حلقة مقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة